المزيد حول الأسواق العالمية مع بلستوديو وائل حماد مدير تطوير الأعمال في شركة اي سي ام كابيتل وائل أهلا بك قبل أن نتحدث عن الفاد وأرقام البطالة مدام احنا شفنا السترلين كاتشارت شفنا فلاش كراش على السترلين هذا مخيف خوف الكثير تداعيات البريكسيت لازلت واضحة على الأسواق هل نتوقع المزيد من الضغط على السترلين ماذا تقولون في أروقة التداول صحيح طبعا لاحظنا هذا التراجع والفلاش كراش الذي حزغله جنوعة الماضية إلى حد الآن لم تصدر أي بيانات رسمية عن بريطانيا بما حدث ولكن كان الحديث هناك عن الفاتفينجر والغلط فني كان موجود طبعا بعض المحللين أعزى هذا الموضوع إلى الهاي فريكنسي تريدينغ وهي أنظمة التداول الإلكترونية المدعومة طبعا من المعادلات الليغارثمية هذا من شأنه أيضا أن يكون مؤثرا على هذا الكراش الذي حصل يعني إذا لاحظنا عندما حدث هذا الموضوع كانت الأسواق الأمريكية قد أغلقت والأسواق الآسيوية كانت تتهيأ للدخول فلم يكن هناك سيولة عالية في السوق سيولة تقريبا معدومة كانت في السوق هذا من شأنه أيضا أن نفكر بأنه بما سبق هذا الموضوع كان هناك حديث للرئيس الفرنسي الذي قال أنه يجب خروج بريطاني قوي وسريع وطبعا تبعتها تصريحات وزير رئيس الزراء البريطانية تيريزا مي التي أيضا أعطت مؤشرة أنه سوف نبدأ بعملية الخروج مقبل مارس يعني أنتم لازمتوا سلبيين على الستارلين دولار الستارلين طبعا يلقى الآن مقاومة قوية جدا عند مستوى دولار 28 وقد طبعا الدعم مفتوح قد نشهد 21 وربما هناك بعض المحللين يقولون أننا قد نشهد 21 سبتاش خلينا نتحدث عن أرقام البطالة التي صدرت من الولايات المتحدة الأرقام أتت دون متوسط توقع المحللين نسبة البطالة الآن عند الخمسة بالمئة من الواضح الآن أنه نسبة قيام الفيد برفع الفائدة بالاجتماع 14 ديسمبر صارت عالية صارت آخر أرقام شفتها من السوق يمكن بوصلت لأربعة وستين في المئة هذا بي خلينا نشوف دولار قوي الآن يعني نعود إلى أرقام البطالة أرقام تقرير الوظائف الغير زراعي الانف بي الذي صدرها الجمعة الأرقام كانت على ليست بها السلبية الكبيرة صحيح أننا كنا مبعيدين عن المئة وخمسة وسبعين ألف وظيفة كأضافة الاقتصاد مئة وخمسة وخمسين ألف وظيفة ولكن إذا نظرنا إلى معدل البطالة المرتفعة كان له سبب وجيه هو أن زيادة النسبة المشاركة في سوق العمل بالنسبة للاقتصاد الأمريكي زادت وهذا مؤشر جيد عودة العمالة إلى سوق العمل بالإضافة رأينا موضوع هام جدا هو ارتفاع نسبة الأجور التي على أساس سنوي 2.6 وعلى أساس شهري 0.2 هذا مؤشر قد يكون جيد في أيام القادمة أو في البيانات القادمة قد نشهد قد يكون التركيز الأكبر هو على هذه النسبة إذا كانت تتفاعل بالفعل نحن نعلم أن معدلات أو مستويات الأجور تأتي متأخرة تستجيب متأخرة على ما يحصل في سوق العمل فبالأشهر القادمة هناك متسع من الوقت الفدرالي الأمريكي على التفكير وعلى التثبيت هذه البيانات ربما نشهد ارتفاع الفائدة لأنه أصبح موضوع ضروري وأصبح يوربك الفدرالي الأمريكي ويوربك يهز شيء من المصداقية ننتقل إلى الأويل النفط كيف تشوفه؟ هل فعلاً بدنا نتماسك على هالأسعار؟ نحن قريبين من الخمسين على كل من برانت ونايماكس صحيح صحيح طبعاً هناك اجتماع الجزائر كان كان له الأثر الكبير في هذا الموضوع ولكن إذا عدنا لأساسيات السوق العرض والطلب هناك ما يزال المعروض ما يزال المعروض أو السوق متخوم بالمعروض إذا لم يكن هناك خطوات فعلياً ما يلاحظون تراجعت لخمس أسلبياً؟ تراجعت ولكن العرض والطلب دائماً هناك تخمة معروفة تخمة في المعروض في السوق تراجع صحيح ولكن التخمة موجودة إذن شما سلبيين على النفط؟ لسنا سلبيين بالمعنى السلبية ولكن يجب بالنسبة لاتفاق أوبك أو الاتفاق الذي سوف يكون في تركيا في الشهر المقبل يجب أن يكون هنا خطوات بالفعل فعلية لتخفيض الانتاج لأننا عند مستويات قياسية الدول أوبك تنتج كلها عند المستويات القياسية وحماد مدير تطوير الأعمال في ICM Capital شكراً جزيلاً لك شكراً شكراً للمشاهدة